يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وفيه تبدأ أعمال الحج سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة وقيل غير ذلك فإذا كان ضحى يوم التروية أحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج من مكانه الذي هو نازل فيه فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويبقى القارن والمفرد على إحرامهم الأول ويهل بالحج قائلا لبيك حجا فإن كان يحج عن غيره قال لبيك اللهم عن فلان أو فلانة ثم يشرع في التلبية ويكثر منها قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وللجميع أن يشترط عند إحرامه إن كان خائفا من عائقي يمنعه من إتمام نسكه فيقول اللهم محلي حيث حبستني وإلا فلا يشترط وفائدة الاشتراط أنه متى حصل له ما يمنعه من إتمام حجه حل من إحرامه وعاد إلى أهله ولم يلزمه شيء وليس من السنة أن يذهب إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فيحرم منه ففي حديث جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منا فأهللنا من الأبطح وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم ثم من السنة أن يخرج إلى منا قبل وقت الظهر فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في مواقيتها قصرا من غير جمع إلا المغرب والفجر فإنه لا قصر فيهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته